ولأن المتغيرات في العراق لا تبيح المحظورات فلا يترك المختصون ملفا إلا وقلبوا صفحاته بانتظار أن تسمح الحكومة نداء المساوات حيث يشير الخبراء إلى أن دعم الكهرباء والطاقة يذهب إلى جيوب الأغنياء على حساب الفقراء ومن هنا يرى الخبراء ضرورة رفع الدعم عن الطاقة أو على الأقل رفعه عن الأغنياء فقط مشيرنا إلى أن دولة تخسر يوميا قرابة مليار واربعمائة مليون دينار بسبب دعم وقود الأغنياء وتشير حسابات ياس عراق إلى أن الدولة تبيع ثلاثة ملايين لتر كبنزين محسن ومليون لتر كبنزين سوبر يتنافس عليه أصحاب السيارات الفخمة أي طبقة الأغنياء حيث تستورد الدولة المحسن بألف دينار للتر وتبيعه بستمائة وخمسين دينار للتر الواحد وفرق الثلاثمائة وخمسين يذهب لجيوب الأغنياء وبما يكلف الدولة مليار دينار يوميا بما يعادل موازنة الكهرباء